السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة المرض اخو اخي بن عيسى توقف ما كيبغيه ولكن علينا ان نفهم بان المرض رحته وفي حكم غريبة وان هناك مقامات عند العباد لن يدركوها في الجنة الا بالابتلاءات والامراض والاسقام الجنة لها مقامات كين مقام نبلغه بالعبادة ومقام نبلغه بالانفاق ومقام نبلغه بالاحسان الى الاخرين بالمعامل وغيرها وكين مقامات عالية جدا لن تلجى اليها الا بالصبر على الامراض والاسقام فكان صالح اذا اصبهم مرض ما كيقولوش انني علش مريد علش وقع لي كذا كيقولوك لعل الله تعالى بغيب وعني مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات ونهر ودهك المقام الشريف الرفيع لن ابلغه لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بحجي ولا بعمرتي ولا بصدقتي ولا بصنة للرحمي وانما ابلغه بمدى على الصبر على البلاء وعلى الامراض والاسقام وهذه الامراض والاسقام رابيها ربي يغفر الدنوب كالصالحون اذا اصيب بمرضك يفرح يقولوك وربما شي دنوب بقي ما استغفرتش عليها المولى او شي دنوب لا تغفرها لا تغفرها كذا ببساطة الا بالامراض فلعل الله تذكرني لعل الله تعالى اراد ان يمسح ما تبقى من دنوبك يفرح هذا الفرحة هادي وهذا اليقين هو عين ذاته علاج كتقدك المرض لا يطول سرعان ما يزول ومكيد من موله والو 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 ما يدي منه تحاجة كتلقى بعض الصالحين مرض مرض خطير وكتلقى دي ما فرحان ودي ما مبتسم والضحكة والابتسامة وعنده معنوية مرتفعة وكيل العكس كيل لله يسترنا ويستركم ما عندهش هادي يقيم كيتصب غبي مرض او ربما غير دير تحاليل ومشا عند الطبيب وقال له عنده شي تحاليل اح تنشوفوه ربما شعجة ما عجبتنيش كيتصب انهيار عصابي تيقولوا واقي لا عندي شي حاجة خافية مرة واحد شاب بغيدر غير بغيدر تحاليل خرجتلي تحاليل مزيانة يالله غادي ياخدها قلي بلتي 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 شي حاجة ربما شكنا فيها نعاود ونرجعو نرجعون للتحاليل مرة ثانية هادك شاب بالخوف ديالو وقال له انهيار ديك ترحد طه تم الناس كلهم تحلقوا حوله مالك كنت انا واحد منهم جمعت مالك الشريفة شو وقال له مخلوع قال لك وقيل انا خلعني قال لك تحليل انا تعاود مالك هو ديالشي حاجة ديالشي علاقة غير شرعية وفراسه داخل بانه يقدر يكون عنده السيدة او الادز فادخلي هاد الهم بانه عنده توقع الاسوأ وبقى تقريب من مدة مدة طويلة هو كيشعر بالرغب انه مصب بهذا المرض وعاد في الاخرى تثبت بانه سليم وعافع فاللخ الله انه يتوقع الاسوأ هو غياب اليقين في الله مالك يكون عندك اليقين في الله رب غفور رحيم تواب عظيم ودائما كتشعر بان المرض لجمى رحبة غد يغفر به الله الدنوب وغد رفع به الله الدرجات كيقول العلماء الامراض كيقول لك هي الامراض والاسقام هي كفارة للدنوب نقاء وارتقاء نقاء وارتقاء نقاء للدنوب وارتقاء في الدرجات فلهذا المؤمنين ما يدي منهم الزمان واله والمرض ما يدي منهم واله دي ما عنده اليقين ودي ما عنده الفرحة والسرور بلقاء الله ودي ما كيشعر بالحمد لله بانه لا يحتاج الى اي شيء كيف يمكن ان الانسان يوقع عليه هذا الامر هذا سشرح الصدر دائما يقرأ قول الله تعالى قال رب شرح لي صدري قال رب شرح لي صدري ربك شهلك الصدر للإيمان واليقيم وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أخي بن عيسى الله شاف الزوجة ديالك الله يمتع بالصحة والعافية وبتمام العافية أسأل الله الكريم المتعال أن ينور طريقها ويحفظها في بدنها وأسأل الله تعالى أن يجعلها من الذين لا خوف عليهم ولو يحزنون ويجعل بينكم مما ودة ورحمة آمين آمين يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم يا مرحبا بك سبن عيسى بارك الله فيك سيدي مشارفين بك مولاي مشارفين بوتحية لسكنة مريعقوب مشارفين مولاي مشارفين مشارفين مولاي مشارفين مشارفين أعزك الله مولاي والله من تعالى يعطيك الجنة إن شاء الله ودعم الحز يا ربي وجميع المؤمن والمؤمنة يا كريم يعطيك جنة ودايمن كنتصنت هنا وليداتي وملبار وكتحبق على هاد البرنامج ديالك فكاو هاد شيء بارك الله فيك سبن عيسى أخويا الله يحفظكم جميعا معك مسكين عليك تقول لك فكاش هذا كيجز جسة على الوقت ديالك تشعل الرابير وكتوقت تصنت ودبرا نظير بعيد شي شوية اليوم وبرور شي مرة غدين عيط وغادي تهدر معاك إن شاء الله يا ألف مرحب أخويا بغايتك عمي الحز دعي لي معاها مريضة شوية بدك الحساسية ودك الضيقة شوية تخنق بزار الله الله مريضة شوية عمي الحز وكتقول لي سحان ما طرز نفسك تهدر ونهدر معاه ويدعمها يا دبرا نبعد عليها شوية بغايتك بديش يدعوها لولداتي كاملا يا ربي كريم وليها هي رأى هذا مريضة شوية دعيمها أنا بزوجة عمي الحز الله يزازك بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أخويا الله من تعالى يرحم والديك يا رب يا كريم أعزك الله أخويا أعزك الله بارك الله فيك يرحم ذك الوالدين وديما كانت صنّت عليك حتى تتصدي عد كارتا بارك الله فيك أخويا الله يرحم الوالدين شكرا 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 ملا يقوب لا إله إلا الله المرض أخو أخي بن عيسى توح ما كيبغيه ولكن علينا أن نفهم بأن المرض راحت هو في حكم غريبة وهو أن هناك مقامات عند العباد لن يدركوها في الجنة إلا بالابتلاءات والأمراض والأسقام الجنة لها مقامات كين مقام نبلغه بالعبادة ومقام نبلغه بالإنفاق ومقام نبلغه بالإحسان إلى الآخرين بالمعاملة وغيرها وكين مقامات عالية جدا لن تلج إليها إلا بالصبر على الأمراض والأسقام فكان صالح إذا أصبهم مرض ما كيقولوش أنا ليش مريد ولا شوق عليك كدا ولا شكدا كيقولك لعل الله تعالى بغيب وعني مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات ونهر وذلك المقام الشريف الرفيع لن أبلغه لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بحجي ولا بعمرتي ولا بصدقتي ولا بصلة للرحمي وإنما أبلغه بمدى على الصبر على البلاء وعلى الأمراض والأسقام وهذه الأمراض والأسقام رأي بها ربي يغفر الدنوب كالصالحون إذا أصب بمرضك يفرح يقولك ربما شي دنوب بقي ما استغفرتش عليها المولى أو شي دنوب لا تغفرها ببساطة إلا بالأمراض فلعل الله تذكرني لعل الله تعالى أراد أن يمسح ما تبقى من ذنوبك فرح هذا الفرح هذا وهذا اليقين هو عين ذاته علاج كتلقى ذاك المرض لا يطول سرعان ما يزول وما كيدي من مولاه والو 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 ما يدي منه تحاجة كتلقى بعض الصالحين مرض مرض خطير وكتلقى ذي ما فرحان وذي ما مبتسم والضحك والابتسامة وعنده معنوية مرتفعة وكي العكس كي اللي اللي يسترنا ويستركم ما عندوش هادي يقيم كيتصب غبي مرض أو ربما غير دير تحاليل ومشي عند الطبيب وقال لي رعندك شي تحاليل حتى نشوفوه ربما عجب ما عجبتنيش كيتصب انهيار عصابي كي يقولوا اقيل عندي شي حاجة خافية مرة واحد شاب بغير غير بغير تحاليل خرجت لي تحاليل مزيانة يالله غادي ياخدها قلي بلاتي 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 شي حاجة ربما شكينا فيها نعاود ونرجعو نرجعو للتحاليل مرة ثانية هادك الشاب بالخوف ديالو وقال لي انهيار دكي ترحد تحت امه الناس كلهم تحلقوا حوله مالك كنت انا واحد منهم جمعت مالك الشريفة شو قال يقولي مخلوع قليك وقلينا نخلعني قليك تحاليل لها تعاود مالك هو دير شي حاجة دير شي علاقة غير شرعية وفراسه داخل بانه يقدر يكون عنده السيدة او الادز فادخلي هاد الهم بانه عنده توقع الاسوأ وبقى تقريبين مدة مدة طويلة هو كي يشعر بالرعب انه مصب بهذا المرض وعاد في الاخرى تثبت بانه سليم وعافع فاللي خلى انه يتوقع الاسوأ هو غياب اليقين في الله مالك يكون عندك اليقين في الله رب غفور رحيم تواب عظيم ودائما كتشعر بان المرض للجا مرحبا غد يغفر به الله الدنوب وغد ارفع به الله الدرجات كي يقول العلماء الامراض هي كفارة للدنوب نقاء وارتقاء نقاء من الدنوب وارتقاء في الدرجات فلهذا المؤمنين ما يدي منهم الزمن واله والمرض ما يدي منهم واله دي ما عنده اليقين ودي ما عنده الفرحة والسرور بلقاء الله ودي ما يشعر بالحمد الله بانه لا يحتاج الى اي شيء كيف يمكن ان الانسان يوقع عليه هذا الامر خصوه شرح الصدر دائما يقرأ قول الله تعالى قال رب شرح لي صدري قال رب شرح لي صدري ربك شهلك الصدر للإيمان واليقين واسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد اخي بن عيسى الله شاف الزوجة ديالك الله يمتع بالصحة والعافية وبتمام العافية اسأل الله الكريم المتعال ان ينور طريقها ويحفظها في بدنها واسأل الله تعالى ان يجعلها من الذين لا خوف عليهم ولو يحزنون ويجعل بينكم مما ودة ورحمة امين امين يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله